هذا التوفير يتم عن طريق أشياء متعددة نظمت إدارة مركز تراث كربلا التابع لقسم شون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة ورشة علمية بعنوان مجلة تراث كربلا وصناعة البحث العلمي حضر فيها مدير تحرير المجلة الأستاذ المساعد الدكتور فلاح الحسيني هذه الورشة العلمية تقام إن شاء الله على هامش المؤتمر العلمي الدولي الثاني يقيمه قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية مركز تراث كربلا هذه الورشة هي على هامش هذا المؤتمر عنوانها مجلة تراث كربلا وصناعة البحث العلمي نستعرض في هذه الورشة العلمية محاور عدة منها التعريف بمجلة تراث كربلا من حيث تأسيس المجلة الزمان والمكان والأبواب والمحتوى وعدد البحوث الواصلة التي نشرتها هذه المجلة مجلة تراث كربلا وعدد الباحثين وموضوعاتها إلى آخره عدم المحاضر نبذة مختصرة عن تأسيس المجلة ومحتواها وطبيعة البحوث المنشورة فيها ثم تطرق إلى طرائق التأليف وانواعه وأشار إلى أنواع البحوث ووسائل الباحث في الوصول إلى النتائج الخاصة ببحثه ثم ذكر الحسيني رؤية المجلة وطموحها وأهدافها واختتم حديثه بكيفية صناعة البحث العلمي وآلياته الحقيقة المؤتمر جدا رائع وتفاجأت بها القدرات والإمكانيات البديعة الرائعة اللي جامعات عريقة قد ما تمتلكها من خلال مشاركة اليوم بالجلسة الصباحية والجلسة المسائية أيضا كنت حاضر والآن على هامش المؤتمر صارت ورشة العمل المتعلقة بمجلة الأبحاث المتعلقة بالتراث بالحقيقة الأستاذ الدكتور فلاح مقدر جدا ورائع جدا في توجيه محاول الورشة ورشة العمل اليوم في توضيح الصورة لأداء هذه المجلة الرائعة تأتي هذه الورشة ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العلمي الدولي الموسوم حراك كربلاء العلمي في القرن العاشر الهجري وتحت شعار تراثنا هويتنا